اشتركوا في القناة من الناس اللي احنا اتربنا على اديهم من الناس اللي كان ليهم مقالات دايماً كنا بنستناها يوم الجمعة في الاهرام خارج دائرة الضوء السيد إبراهيم حجازي كان من الناس اللي دايماً مهتم بالشباب مهتم بقضايا الشباب الراحل العظيم إبراهيم حجازي كان دايماً مختلف عن كل واحد بيشتغل في الوسط الرياضي أو الوسط الإعلامي دايماً كان ألمه حر وفكره حر دايماً كانت أفكاره مختلفة عن الجميع برغم فرق السن ما بينه وبين الشباب لكن دايماً كانت أفكاره دايماً بتروح للشباب كان بيهتم بقضايا الشباب دايماً مساند ليهم دايماً حتى في البرامج اللي كان بيعملها في الإعلام الرياضي برنامج دائرة الضوء البرنامج العظيم اللي دايماً عالق في أذهان الناس اللي كان دايماً بيسلط الضوء على النمازج المحترمة النمازج المشرفة النمازج اللي كان ممكن يكون لها مستقبل كبير كان دايماً ليه رؤية مختلفة أستاذ إبراهيم حجازي رحمه الله كان من الناس اللي بيعتزوا دايماً بالعسكرية وهو كان راجل عسكري من الناس اللي حربه في حرب أكتوبر وحضر وحرب أكتوبر وكان دايماً بيعتبر انتصار حرب 73 ده أكبر شيء وأكبر حاجة مهمة جداً في حياته كان دايماً بيفتخر وهو حاطت دايماً الصورة بتاعته وهو لبس اللبس العسكري في كل برامجه كانت لقطة دايماً بيعتز بيها أنا على المستوى الشخصي كنت أعرفه كويس قوي الراحل العظيم الأستاذ إبراهيم حجازي دخلت بيته كنت أعرف أسرته كلهم وكمان ابنه محمد منذ كان بلعب معنا في الفريق الأول في النادي الأهلي كان مضياف وكان كريم جداً في بيته أي حد كان عنده مشكلة كان دايماً بيهتم بيها ويساعده ويسمع تفاصيلها علشان دايماً تلاقي الحل عنده الحاجة التانية النهاردة كمان بنشوف مستشفى 57 53 الفكرة اللي تبناها الراحل العظيم إبراهيم حجازي منذ عشرين سنة عشرين سنة وكان مؤمن بالفكرة دي الأستاذ إبراهيم حجازي لما كان بيتعمل المستشفى 57 وبدأ يحط أفكاره من خلال كتاباته ومن خلال برامجه وهو كان بيقول للشباب الصغير في المدارس وفي الجامعات اتبرع ولو بجنيه طول ما انت قادر علشان نبني الصرح ده الصرح اللي هيقدر يساعد ناس محتاجة كتير ومن خلال الفكرة الرائعة بتاعته اللي عاشت لحد دلوقتي اتلم وقتها اتنين وعشرين مليون جنيه وكانت هي دي النواة وهي دي البداية علشان مستشفى 57 53 أفكار كتير حطاها العظيم الراحل إبراهيم حجازي زي ما احنا شايفين دلوقتي مؤسسة 57 53 بتنعي مؤسسة مستشفى سرطاني لأطفال 57 57 الكاتب الصحف الكبير والناقد الرياضي الأستاذ إبراهيم حجازي كان للفقيد رحمه الله وأسكانه وفسيح جناته دور كبير في دعم فكرة مستشفى 57 57 من أكثر من عشرين عام حيث قام بدعم حملة اتبرع ولو بجنيه بمشاركة واسعة من كل طلبة مدارس مصر واستطاعوا جمع أكثر من اتنين وعشرين مليون جنيه في يوم واحد يوم واحد اتلم اتنين وعشرين جنيه عشان كانت الفكرة فكرة الراحل العظيم إبراهيم حجازي لاستكمال بناء المستشفى وساهم في حملات دعم إنشاء واستكمال بناء المستشفى حتى أصبحت حقيقة على أرض الواقع وعرفانا بصنيع الفقيد رحمه الله تعلن إدارة مستشفى 57 57 عن عمل وقف خيري باسم الراحل تقديرا لدوري ودعم رحلة علاج الأطفال مرضى السرطان رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته السيد إبراهيم حجازي كان عظيم بأفكاره علشان كده أفكاره فضلت عيشة ما بيننا رحم الله الكاتب الكبير إبراهيم حجازي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة